مشاهدينا طبعا نوجه تهيا حك فرغة ليال لكويت مبدعين من أول موسم يعطيكم العافية من المحاسبة إلى عالم الأزياء إلى عالم الإعلام ضيفنا اليوم استشاري مظهر سعد دواس حياك الله الله يحييك طولي عمرك نورتك نور نوركم يعني يمكن أنا مساعدة أسور فيك أقول لنا إحنا ما نقايش عندك ما شاء الله خار عندك حبرة إعلامية مميزة والواحد لما يتكلم معاك يحس أنه ما شاء الله مطلع ومثقف في جميع المجالات يعني أجتهد أحاول أرتك العافية كنت تكلم عن نقطة معينة انتقلت من المجال الأزياء إلى مجال الإعلام شنو عندك شنو أقرب لك بالنسبة لك لش سوتها ومو بس جري يعني أنا نكري النقطة دايما أنت بالأزياء كنت ناجح وما شاء الله بالإذاعة والتقديمها مناجح نشكوها فننطر الثالثة بعد قولوا الثالثة ثابتا والله شوية حصة أنا يعني يمكن لما دشيت مجال الميديا والإعلام بالبدايات دشيت كمصمم أزياء ويعني كان فضل كبير الإعلام واللناس اللي دعموني ووصلوني أني أطلع على الشاشة هذه من خلال يعني مفاهيم أن الموضة وتحكيم وبرنامج كان حلوء وضاف لي وايد بس يعني خلق عندي السبارك هذا أني حبيتها الشاشة شلون أريد أن أطلع فيها صح فأيات الفرصة سبحان الله يعني ساعات أنت تسعين للشي وما يصير فجأة شوفينها أهويات وردت الفعليت لك يعني هل تقبلوك الناس في أول طال لك يعني يمكن اسمعوك بالراديو لكن يمكن ما شافوك على الشاشة الشاشة شوي تختلف صح حسيت تقبلوك الناس استمريت ولا خفت مردت الفعل والله سعود شوف أنا يعني لما دشيت ما دشيت لا كمذيء ولا كإعلامي يعني الكلمتين أحسهم كبار علي وايد دشيت سعد سعد أخوهم ولدهم صديقهم كمقدم برامج يعني مقيم لبرامج الموضع هو بالبداية يعني كنت حكم في موضع ولا فوضع فوضع ولا موضع بالضبط اشتغلنا فيه يعني هذا يعني أنا دشيت البرنامج هذا مصمم أزياء طلعت منه مصمم أزياء على قدر من الشخرة وحبيت المنظومة هذه بعدين لما دشيت الأعلام ويمكن الأعلام ترى يمكن ما ما أخذك الأعلام من تصميم الأزياء شوفه هو بوبالين شذاب صح؟ من التفقين على هذه لا أنا ما التفق أنا بالعجل الواحد إذا حب شيء ممكن يبدع يعني لو أنت حبيت لاثنين ممكن تبدع فيهم هو كلامك هي قدرات منه على نسبة كبيرة من الصحة بس إنك تحلقين والطيرين والتمييزين لازم تركزين بشيء صحيح أو على الأقل هذه قناعتي بالفاشن والموضع اشتغلت واحدة بشرين سنة ما شاء الله ويتشز يعني فضحت عمر يبين إن شاء الله أخبر كلها أخبر كلها يعني أقولت أن هذا والدي البتشر الفاشن والدي البتشر كبر وطمنت عليه وحبيت تخرجه وحبيت وين وصل الإعلام يعني لما دشيتها حبيت يعني يمكن بالفاشن لما دشيت الإعلام أعرفها وساعد المصمم صح ولو ما تحس أنهم مكملين لبعض يعني أنت في مجال أزياء ممكن الإعلام يدعم مجحبك وتمييزك في المجال التصميم أكيد أكيد وايد وأول ما دشيت مثل ما قلت لك طلعت المصمم اللي لا شهرة أعطاني الشهرة هذه اللي ما حققتها بالفاشن بروحها لما دشيت الإعلام يعني قمت أحاور بأضلضي وخاصة ندشيت يعني بوقت برايم رمضان اللي هو الماراثون الإعلامي يعني حتى ترى كنت مرعوب صح أول يوم بس مو قاسي شوية مع الضيوف أعطيهم بالصميم لا شوفي أنا قاسي مع ضيوفي واي ها كنت قاسي معاه أنا بقول بتولوني ليش نشوفك بالأزياء تلبس بنترون وقميص ونشوفك بالإعلام تلبس تجداش وقترايكا شوفي خائك بالخسوة محضرين شابو عدام شابو مضيعين لا شوفي أهو يعني دشيت الأعلام بوقت وتعرفين أن إذا بدشين كفاشن لازم تكون شديد فاشنبل شوية تريندي شوية تأمدت دش الأعلام بالشكل الكويتي أمية بالمية لأن يمكن حصة أنت تعرفين من قبل أنا عندي هذه كويتيتي اللي وايد أحبا صح حتى في الكلام بالضبط بعض المصطلحات بالضبط يعني أنا حتى لما كنت أقدم برامج الموضة وأكون ضيف أقول مثلا صح 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 يعني مو قعد أقول هذا الشيء تشكر علي يعني اليوم مع التطور والإنسان إذا كان ستايل ويهتم في مظهره مو معناته ينسى تراثه واللبسه الكويتي أو الزي الوطني بالضبط وأنا من هنا يعني يات فكرتي أنا قاعد أقول ما شاء الله الحين السوشال ميديا صار أي شيء تبتعممه تبتخليه مفهوم نزله وارث نعاش بالليل ده موساط حق السوشال ميديا شرائك بالفاشن استات الفاشن استات ليش أسعود هالسؤال لماذا نهلت لماذا نهلت لماذا نهلت كنا مراضي عليهم لا خلنا نقول لك شغل الفاشن استات يعني ما نبي نقول شيء مطلق تمام اطلعوا يعني مثل ما صار فيه سيليبراتي فنانين صح سيليبراتي مغنيين سيليبراتي رياضيين صار فيه سيليبراتي ملوت الفاشن ميديا الفاشن استات أهم اللاين الأول بمشاهر السوشال ميديا بعضهم قاعدين يشتغلون صح وحييهم وعندهم ذكاء وقدروا يوصلون أبرود ويروحون دول ويمثلوننا ونحييهم كلنا البعض الآخر منهم قاموا يعطون مفاهيم ما تدري يعني أهيا أو أهوة ليش موجودين عشان نشوف ريوقة وغدا وعشاء وين راحوا ولا عشان بقدم قيمة بيقول لنا شيء منه وبعدين بعضهم اللي دشوا انتو بزنس وايد البوست مدريب شام والإعلان مدريب شام وذاك مدريب شام لما تي تسألهم يقولون لك إحنا مستحيل ننزل إعلان عن بروديكت إلا مقتنعين فيه يقتنعون بستعش سبعتاش إعلان باليوم بسبعتاش بروديكت باليوم بس أنا أشوف أنا بكل مجال فيه زين وفي الشيء طبعا ها صمت رضا عليهم لأنني أرفع جديد لا 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 ما أرفع جديد بس ما أعلم لا والله أنا أعرف أغلبهم يعني دائما أحس أننا بكل مجال إحنا كمذيعين هم نفس الشيء فيه مذيعين زينين فيه مذيعين مذيعين فيه تمثيل فيه فنانين زينين ما فيه شيء مطلق فحتى الفاشنستات فيه فاشنستات زينين وفيه فاشنستات وترى على فترة يعني حتى حتى المجتمع يعني المجتمع قاعد يصير قاسي عليهم صح لما تغلط فاشنستة واحدة أو فاشنست واحد يقولون عنهم كلهم صح رغم أن بعضهم ويدا ذكياء الخير يخص والشر بضعو هذه القاعدة نحن دائما نهو على التعميم لكن استشاري مظهر سعد اليوم قاعد نلاحظ في الدراما الكويتية والشكر موصول لستاذ محمد دحام الشيمري أدخل استشاريين للأزياء ولمظهر نشوف مثل هوليوود بوليوود المسلسلات التركية لكل مسلسل على الأقل اثنين أو ثلاثة استشاريين مظهر صح ولبس فأنت فكرت يعني تخطي هذه الخطوة والله بكل أمانة يعني بدون أذكر لك أسماء وصلنا إلى مرحلة تحضير بأعمال وايد بس بعدين يعني ندش بطوفة يمكن أقول أن استشاري مظهر ما عندنا هني بالكويت يعني هي المهنة اللي نسمع فيها بس قليل هني مسمى يديد مسمى يديد مسمى يديد مسمى موجود بس يعني قليل ما نلقاهم أو ممكن ما حد يلجأ لهم في كدر من الأحيان إذا بنفصل ستايلس بالأعمال الدرامية أو أعمال السينما هذا لازم وأساسي بس مشكلتنا لما تينا الطبقين تستضمين أنه يعني مثلا بعض الفنانات أو بعض الفنانين يقول لك والله لا أنا المشهد هذا أبي ألبس شريء المشهد هذا تدخلي طيب يا استاذة يا فلانا يعني أنت المشهد المفروض أن اجتعبانه ومريضه وووووو حسنين نطرق حق المجتمع ملجه مصوب الفنين حق المجتمع إذا بنتكلم ما شاء الله نحن بلد الموضة الكوتيات يعرفون يلبسوني يكشخوني فما يلجؤون حق أحد يعني يلبسهم أو يعلمهم ملحل هذا يعيب أقول لك متى تحتاجين استشاري الموضة بشكل ملحيل لما تكون أنت ما عندك ألمام يعني يعطيك مثال أنت تحتاجين الدكتوري حقيا إذا مريضك أنت محتاج لأنه ما عندك ألمام شون تعالجي نفسك شنو المرض لازم أحد شخصا ويعطيك لدول لكن إذا عندك ألمام أو أنت دكتورة أنت يعرف المرض الذي عندك نحن مجتمعنا الكويتي وبالذات الجيل الذي تبارك الرحوان عندهم الطلاع وايد وعندهم المام وايد ومتابعين وايد فاستشاري الموضة هذا ملك يحتاج وملك الوقت يحتاج صحيح يعني الدول الأوروبية مثلا تحتاج الدول الأوروبية يحتاجون أنهم ناس وائد عمليين يعني لو يصير عندها مثلا يتعلق بشغلها التوحد صحيح ممكن نشوفك براء الكويت أنا قدمت عروض براء الكويت نبي حصري لنه نبي حصري لا نبي حصري لنه 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 سر بعد عنده برنامج سيكون ويانا في تفزول الكويت تقله وبخنك يعني اسم كويتي تراثي شنو البرنامج شنو التحضيرات اللي قاعد تسويها سعود مثل ما قتلك أنا وايد 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 متحيز لكويتيتي وايد أحب كويتيتي صار الحين ترى وايد سهل أنك تحط أو تسوي برنامج عن الموضة تابعوا السوشال ميديا دش على أمو جوجل طلع آخر المستجدات صحي منتج صار برنامج لكن أنك اتي حق برنامج أنا ليش سميتها داقلا و بخنق من البداية الاسم نفسه حبيت أرمز أن الاسم هذا أزياء ترى تراثنا في أزياء حلوة الداقلا احنا أول من لبسها بالخليج كاكويت احنا لبسناها البخنق كانت تلبسها لياها لتلعب فيه اللي كانوا يقولون ليها لول ما ما زال حين بالمرمضان بالقرقعان وشيرين شوفوا من الأطفال يبسون البخنق احنا البرنامج اللي قاعدين نشتغل عليه قاعدين نتكلم عن الموضة العالمية بكل أشكالها بس بمنظورنا احنا احنا الكويتين شلون بننق من هالموضة دائما بالموضة يصير فيه بوبوبس يعني تلقين صرعة طلقت شذيء وصاروا الكل يسويها صرعة تكون مزعجة فح ملايقة لنا ملايقة لبناتنا ملايقة لأيالنا أو ملايقة مثلا بالجامعات ملايقة بالأماكن الرسمية تشوفينها موجودة ومستمرة فمن دقلوبخنق وأوجه تحية كبيرة يعني لكل اللي قاعدين يشتغلون معاي الأستاذ ثامر لسماء الأستاذ يوسف سريا وايد دعموني وايد قال لهم دور بأن يواجهوني متى إن شاء الله رح ينعرض إن شاء الله رح يكون بدورة إبريل إن شاء الله نتمنى لك للتوفيق وإنت مميز جمعت ما بين الإعلام والمحاسبة والأزياء فكلهم مع بعض مشروع ناجح يعطيك العافية ونتمنى لك مزيد بالتوفيق ناطرين البرنامج على أحر من الجمر إن شاء الله بتشوفونا وبيكون مفهوم يديد يعني مفهوم أنا اشتغلت عليه هالواحد وعشرين سنة عشان أقدمها البرنامج بإذن الله إن شاء الله نتمنى لك كل التوفيق وكل النجاح ومن نجاح لنجاح وصلا معاكم لنهاية لقاءنا ونتمنى لك كل التمييز كل التوفيق أستاذ ساعد إن شاء الله فاصل مشاهدين ورح نرجع لكم مع فغرات ليال لكويت